موسيقى المشاهدين اهلا وسهلا بكم في الحلقة العشرون من دروس تعليم اللغة الانجليزية واعتذر عن التأخر لأسباب صحية اليوم نتم الأدفر بس كما وعدتكم الأدفر بس أو الظروف المكان هي كالتالي ولنعطي مثالنا على ذلك فهي دائما تأتي بعد الفعل حينما يكون عندنا فاعل وفعل مثلا رحلت بعيدا نشاهد هنا عندنا وضرف مكان هذه هي القاعدة أما إذا كان الفعل يأتي بعده مفعول به فإنها تأتي بعد المفعول وإذا كانت دأتت مع توبي فإنها تأتي مباشرة بعد توبي وللتوضيح ما نقصد بذروف المكان هي تلك الكلمة التي تدل على مكان معين مثلا كلمة away بعيدا هنا هذه الكلمة away بعيدا تدل على مكان ما غير معين والمثال she went away وتخذع للقاعدة قلنا إذا كان subject والverb أو الverb ليس بعده مفعولا به فإنها تأتي مباشرة كما ذكرناها في أنواع الظروف السابقة دائما ظروف المكان تدل على مكان معين وقد يكون بذكر اسمه مثلا تقول it is inside the box inside هنا هي ظرف مكان يعني في وسط العلبة she is outside هذا المثال مع استعمال to be يعني يأتي ظرف المكان بعد to be she is outside she is here she is back and so on يعني هنا ظرف المكان دائما يدل على مكان معين وهذا ما نسميه بالانجليزية adverb of place يعني ظرف المكان ويأتي بعدها آآ ظروف آآ الزمان ظروف الزمان تدل على آآ فترة يعني تختلف من المكان إلى الزمان ومثال آآ ظروف الزمان نعطي عليها أمثلة أو نذكر بعضا منها وهي now yesterday soon later yet tomorrow already tonight today then last month last year and so on وهذا مجرع نعطي مثالنا على ذلك she had already gone while we got here هذا المثال already here آآ هي ظرف آآ زمن تدل على زمن يعني لقد ذهبت أو رحلت عندما وصلنا آآ هنا آآ والمثال الثاني I'm going to hang out with my friends tomorrow يعني سأخرج للنزهة مع اصدقائي آآ غدا tomorrow يعني هي تدل على زمن غدا آآ لأن الآن اللحظة now yesterday alberha soon later later آآ بعد حين yet لحد الآن tomorrow هذه كلها كلمات تدل على زمن يعني ما نقصده بال adverbs of time آآ كل الكلمات التي تدل على الزمن هي تعرب بالانجليزية adverb of time آآ نمر الآن إلى ال adverbs of degree وال adverbs of degree هو يعطينا آآ درجة آآ آآ الشيء إما آآ من ناحية ال positive الإجابي أو الأكثر أو الأقل لما تقول quite بمعنى completely to كثيراً entirely كلية كثيراً 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 إلى حد أقصى آآ آآ almost آآ absolutely بالمطلق هذه كلها كلمات تدل عن degree يعني درجة آآ الشيء إما آآ آآ بدرجة آآ عالية أو بدرجة آآ ناقصة مثلاً نقول I'm not absolutely certain I posted it يعني لم أكن متأكداً جداً أنني أرسلتها آآ he was المثال الثاني He was quite agreeable to accepting the plan يعني كان متفهماً جداً أو كثيراً أو لحد كثيراً لقبول البرنامج أو لقبول الخطة هذا ما نسميه ال adverbs of degree مثلاً عدنا مثال ثاني The view from the top is very beautiful هنا very هي ال adverb of degree عدنا beautiful اللي هي جميل لكن very هو جميل جداً يعني أضفنا له درجة والله تقول He eats so quickly So هنا كأنه نعمل intensifier يعني تزيد قيمة للشيء أو درجة للشيء He eats so quickly يعني سو هنا جاءت قبل adverb ثاني و سو تعتبر adverb of degree مثلاً تقول It is too big It is too big It is too big T double O يعني كبير جداً و الآن نمر إلى ما نسميه sentence adverb وفي sentence adverb لازم أن لا نخلط بين ال adverb الذي يصف كلمة من جملة و الأدرب الذي نتمس أو نلمح أن الكاتب أو المتكلم أو الإنسان الذي يخاطب له رأي في شيء مثلاً نقول She frankly talks about her self هنا ال adverb هو frankly و frankly هنا يعطي أو يصف الفعل talks ولا علاقته بكامل الجملة هنا عنده تدقيق أو ندقيق على كلمة talks نقول How does she talk She talks frankly هنا frankly تعود إلى الفعل talks أما إذا أخذنا مثلاً بدأنا قلنا Frankly ثم نضع كما أي فاصلة I was pleased to leave Frankly I was pleased to leave Frankly هنا نلمح منها أن المتكلم له رأي أي تدخل له رأي على مشكلة معينة أو قضية معينة يعني صراحة كنت مسروراً جداً لأن أغادر هنا frankly تأتي لكي تصف الجملة بأكملها يعني يعطينا attitude of the writer هنا أول متكلم يعني وجهة نظره frankly في كثير من الأحيان الـ adverbs لما نبتدأ بهم الكلام ونضع كما يعني فاصلة فإنها تصف الجملة هذا ما نسميه بـ sentence adverb يعني مختلفة مع الجملة الأولى اللي قلنا هي she frankly talks about herself هنا adverb of manner وهنا adverb sentence adverb يعني تصف الجملة بأكملها أما في الجملة الأولى فإنها آآ آآ تصف الفي موسيقى 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 اشتركوا في القناة